السلام عليكم مدروري جيب لكم تشكيلة المحتملة دل مقابلة الغد اللي غادي تكون داد مارمو سويدي بحيث تيلسي في المجموعات ديالوم في شابيونسليج بحيث أحد المواقع الغنية التعريف والشهيرة اللي هي داد تيلسي كوروناكل اللي خاص بأخبار تيلسي بحيث متقربنو بزاف وعارف الخباييه دل الفاريق الإنجليزي قال شكو اللي غادي لعب غده حسب توقع ديالوم أو تكيل المحتملة المهم يبدو في اللاعبه على مستوى حرص المرمى كم العادة عدنا إدوارد ميندي في الدفونس أو التولاتي الدفاعي سيحاول يجعل تياغو سيلفا وكريس سينسون إرشاحه قليلا وسيحاول اللعب باللعب من الشاب تشالوبا ومالانكسار وأيضا أنتونيو روديقر وعلى مستوى وصل الميدان سيحاول اللعب بكانتي أو لوفتشيك وفي الأظهرة غالبا سيدخل باللعب سيزار أسبلاكويتا بحيث جيمس وستجل هدفين في آخر المباراة غادي خليه يرتاح شوية وغادي لعب بألونسو مكان تشالول بحيث ماركوس ألونسو تحال لي ملعب وفي الهجوم عدنا تولاتي اللي غادي يكون حاضر هو كالوم أوتسون وضوي اللاعب الألماني هافرز وحاكيم زياش بحيث أنه موصل مونت غائب ولاعب بوليسيتش بقلرجة من الإصابة غادي يكون في الحتيات لكن غالبا ما دايش خل الأساسي باش ما دخلش في ماتش صعيب يعني من الأخر كين الحراسة ماندي ديفونس صار تشالو بارو ديقر وصل ميدان كنتي لوف تشيك وفي الأدهارة ألونسو وأسبلاكويتا الهجوم أوضوي هافرز وزياش هذا ما كان أخوش أجبه لكم بران وتشالو لي فرازك